هذا الحدث الذي من خلاله نؤكد التزامنا ووعينا الجماعي على ضرورة تكثيف التعاون والتشاور والمضي قدما لسياغة اقتراحات وتوصيات فعالة لرفعها إلى الاجتماع قمة غدا إن شاء الله من أجل اتخاذ القرارات ورفع التحديات التي ستواجه بلداننا في المستقبل وإنه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار أن تستضيف الجزائر هذا الحدث الهام تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والجزائر لن تتدخر أي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهمة وفي هذا الإطار وبناء على توجيهات سيد رئيس الجمهورية عملت الحكومة الجزائرية بكل عزم وتفان بغية إنجاح هذه القمة وتمكين قادة الدول الأعضاء المنتدى من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في التحقيق الرفاهية لبلداننا والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي سيدات وسادة الوزراء ضيوفنا الكرام كما تعلمون أن الجزائر بصفتها عضو مؤسس لمنتدى الدول مصدرة للغاز وانطلاقا من كونها دولة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي كانت ولزالت تستثمر كثيرا في مجالات الاستكشاف والتطوير والمعالجة والنقل والتسويق الغاز الطبيعي كما أنها تعمل بفضل خبرة عمال وعاملات شركتي سونطراك على تعزيز مكانتها كمورد تاريخي وموثوق للغاز الطبيعي ومواصلة الوفاء بالتزاماتها والحرص على الحوار مستمر مع شركائها لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الغاز الطبيعي وانطلاقا من موارد الغاز الطبيعي الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها الأفضلية في الأسواق العالمية وامتلاكها بنيا تحتية هامة على كل سلسلة القيم كل هذه المقومات ستسمح لها بتحقيق أمنها التقوي والمساهمة في تلبية الطلب العالمي من خلال تصدير كميات هائلة عبر خطي الأنبيب الغاز وكذا الغاز المميع نحو مختلف مناطق العالم كما أن الجزائر تعتبر من بين أهم الوجهات والدول الجذابة للمستثمرين بالنظر إلى إمكاناتها من الطاقة الأحفورية وكذا الجديدة والمتجددة وفقا لإطار تنظيمي وضريبي محفز ومرن لترقية الاستثمار والشركة سيدات وسادة الوزراء ضيوفنا الكرام نجتمع اليوم في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة خاصة الغاز مما يوجب علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي إلى الاقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة من أجل مواجهة التغير المناخي الذي يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت إذ من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة المستقبل دورا أساسيا في تحقيق الانتقال الطاقوي سلس وعادل على مدى البعيد كما تبرزه وتؤكده عديد الدراسات لا سيما تلك المنجزة من قبل منتدى الدول المصدرة للغاز بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي يتطلب كثافة عالية لرأس المال لذا كان من الضروري إجراء حوار مستمر وجاد بين منتجي ومستهلكي لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي باعتباره مصدرا مستداما وتنفسيا يضمن الأمن الطاقوي شريطة تثمينا أفضل وعادلا للجميع والجدير بالذكر أن التكنولوجيا ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الغاز الطبيعي لذا تتشرف الجزائر باستضافة المقر الرئيسي للمعهد الأبحاث الغاز التابع للمنتدى الذي تم تجسينه يوم أمس والذي سيشكل أداة رئيسية لتحفيز تعاوننا العلمي في ميادين البحث والابتكار التكنولوجي من أجل تطوير صناعة الغاز الطبيعي لا سيما من خلال المشاريع ذات الأولوية المشتركة التي تهدف إلى بناء أنظمة طاقوية مرنة ومستدامة سيدات والسادة الوزراء ضيوفنا الكرام قبل أن اختتم مداخلتي أود أن أذكر حضراتكم أن الجزائر قد احتفلت بداية من هذا الأسبوع بذكرى 53 لتأمين المحروقات الصادف لـ 24 فبراير 1971 الذي يشكل نقطة تحول هامة في صناعة المحروقات في الجزائر كما أنها تعتبر فرصة سانحة لنا لإعادة التأكيد ودعم الحقوق السيادية الدائمة لجميع البلدان على مواردها الطبيعية وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الاجتماع الوزاري ثري ومثمر من خلال المواضيع والنقاشات التي سوف يتناولها والتي مما لا شك فيه أنه سوف تعزز التعاون والتشاور والمشترك لتحقيق التقدم والرخاء للجميع بلداننا كما أود أن أشيد بالعمل الجبار الذي قامت به أمانة المنتدى دول المصدرة للغاز من أجل تحضير أعمال هذه القمة السابعة وأخص بالذكر سعادة الأمين العام المنتدى المهندس محمد الهامل والطاقمه كما أتقدم بأسمع عبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم في إعداد الجيد لهذا الحدث كما أود من هذا المنظر أن أقدم شكري وتقديري لمجموعة العمل رفيعة المستوى على كل الجهود التي قدموها لإنجاح قمتنا هذه وأهنئ معالي السيد أوجي وزير الطاقة لجمهورية إيران الإسلامية على ترأسه لقمة الوزرية لسنة 2024 متمنياً له كل النجاح والتوفيق وفي الختام أجدد شكري لكم على التزامكم وتعاونكم ومشاركتكم الفعالة معنا وبشكل خاص أولئك الذين يزورون الجزائر أول مرة وأملي أن تكون إقامتكم طيبة ومريحة شكراً على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر